السؤال السادس والخمسون المرأة التي تقضي يوماً من رمضان هل يجوز لزوجها أن يجامعها وقد صامت بإذنه وهل عليه أو عليها الكفارة؟ يعني امرأة كانت حائضاً أو نفساً أو كان مريضاً ثم جاءت بعد رمضان صامت وجاء زوجها يريد أن يجامعها فإذا جامعها بعدما استأذنت أن تصوم لأنها استأذنته في الصيام هل عليه أو عليها الكفارة؟ إذا كانت المرأة تقضي أيام من رمضان لا يجوز لزوجها أن يجامعها وإن فعل فهو آثم لماذا؟ لأنها في صيام واجب ولكن ليس عليه أو عليها الكفارة لأن صومها قضاء والكفارة إنما تجب في صوم رمضان والله أعلم